الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تكلمنا سابقا عن الشرك الأكبر وفي هذا الدرس سنتكلم بإذن الله تعالى عن الشرك الأصغر فنبتدأ بتعريف الشرك الأصغر والواقع أن تعريف الشرك الأصغر غير منضبط لكثرة أفراده وتنوعه ومن أشهر التعريفات في ذلك قول بعض أهل العلم الشرك الأصغر هو كل ما نهى عنه الشرع مما هو وسيلة إلى الشرك الأكبر وجاء في النصوص تسميته شركا وقد عرفه بعض أهل العلم بقوله ما ثبت شرعا إطلاق اسم الشرك أو الكفر عليه وعلم من دلالات الشرع عدم خروج صاحبه من الدين أو بلوغ درجة الشرك الأكبر وهذا التعريف هو اختيار ابن باز رحمه الله وهو مفهوم عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وهو تعريف الجمهور كما ذكر بعض أهل العلم وأما عن حكم الشرك الأصغر فهو محرم ولا شك بل هو أكبر الكبائل بعد الشرك الأكبر لكنه لا يخرج من وقع فيه من دائرة الإسلام بل يبقى مسلمة ولكنه ناقص الإيمان لما حدث في توحيده من خلل وصاحبه إن لقي الله تعالى على ذلك فهو تحت مشيئة الله إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة وإن شاء عذبه ويكون بعد ذلك إلى الجنة على أن من العلماء من قال إن الشرك الأصغر لا يغفر إلا بتوبة لعموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به لكن يدخل تحت الموازنة بخلاف الشرك الأكبر الذي يحبط كل الأعمال فإن حصل معه حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة وإلا دخل النار وقال بعض العلماء الشرك لا يغفر منه شيء سواء كان أكبر أم أصغر وذلك على مقتضى القرآن وإن كان صاحب الشرك الأصغر يموت مسلما لكن شركه لا يغفر له بل يعاقب عليه وإن دخل بعد ذلك الجنة مما يدل على خطورة الأمر نسأل الله العافية والسلامة وللشرك الأصغر أنواع فمنها الشرك في النيات ومنها الشرك في الألفاظ وسنتكلم عنهما مع ذكر بعض الأمثلة فنبتدئ بالكلام عن الشرك في النيات والمقاصد وهو ما يسمى بالشرك الخفي لأنه غير ظاهر وهو الذي قال عنه ابن القيم رحمه الله فذلك البحر الذي لا ساهل له وقل من ينجو منه فمن أراد بعمله غير وجه الله ونوى شيئا غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه فقد أشرق في نيته وإرادته ومن أمثلة هذا النوع الرياء والسمعة وإرادة الإنسان بعمله الدنيا أما الرياء فهو لما يرى من العمل كالصلاة مثلا وهو أن يظهر عبادة لقصد رؤية الناس فيحمدونه عليها وهو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر قال الرياء وأما السمعة فلما يسمع كالوعظ والذكر وقراءة القرآن وكأن يعمل الإنسان العمل الصالح ثم يذهب فيتحدث به ليكسب السمعة الحسنة والفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء يتعلق بحاسة البصر بينما السمعة تتعلق بحاسة السمع وقد قال العز بن عبد السلام الرياء أن يعمل لغير الله والسمعة أن يخفي عمله لله ثم يحدث به الناس ومما ينبغ التنبه له أن الرياء والسمعة قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر فإن دخل الرياء والسمعة في أساس العمل بمعنى أنه لم يأتي بأصل العبادة من صلاة أو ذكر أو قراءة أو صدقة أو صلة إلا لأجل الرياء والسمعة فهذا شرك أكبر وهو شرك المنافقين وإن دخل في تحسين العمل وليس في أصله فهو شرك أصغر وقد حذر الله عز وجل منهما فقال عز من قائل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن راء راء الله به وهذه عقوبة المرائي فمن سمع الناس بعمله ليكرموه سمع الله الناس به يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأشهاد فيطلع الناس على فساد قصده مع ما ينتظره من الخزي والعذاب الأليم يوم القيامة والمثال الثاني إرادة الإنسان بعمله الدنيا والمراد به أن يعمل الإنسان أعمالا صالحة أن يعمل طاعات من صوم وصدق وصلة رحم يريد بها ثواب الدنيا كالذي يتعلم العلم الشرعي لأجل الوظيفة ليأخذ مالا أو ليحتل منصبا وكمن يتعلم القرآن أو يواظب على الأذان أو على إمامة الصلاة لأجل الوظيفة والفرق بينه وبين الرياء أن المرائي يبحث عن المدح والثناء بينما المريد بعمله الدنيا يبحث عن المادة كالمال والمنصب وأما حكم إرادة الإنسان بعمله الدنيا فإن كان مراد العبد من عمله منحصرا في العمل لأجل الدنيا فقط لا يريد إلا ثواب الدنيا فحسب فهذا ليس له في الآخرة نصيب وإن كان مراده من عمله وجه الله والدنيا والقصدان وتكاربان فهذا شرك أصغر ولكن إن كان مراد العبد من عمله وجه الله وحده ثم هو يأخذ بعد ذلك على عمله جعلا مال أو غيره يستعين به على العمل فهذا لا يضر أخذه على الإيمان ولا يقدح فيه وأما الأدلة على تحريم تلك الإرادة الفاسدة فكثيرة منها قول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني لم يجد رائحة الجنة والعياذ بالله وقال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش ومعنى تعس أي هلك وسماه عبدا لهذه الأشياء لكونها هي المقصودة بعمله فكل من توجه بقصده لغير الله تعالى فقد جعله شريكا له في عبوديته وأما النوع الثاني فالشرك في الأقوال ومن أمثلة ذلك الحلف بغير الله تعالى كقول الرجل وحياتي والنبي والأمانة والكعبة فهذه شرك أصغر إذا لم يقصد تعظيم المحلوف به كعظمة الرب تبارك وتعالى فإن قصد تعظيم المحلوف به كعظمة الله فإنه ينتقل فيكون شركا أكبر قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وقال صلى الله عليه وسلم معلم لنا ومشرعا من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ومن أمثلة ذلك قول ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت وقولهم هذا من الله وفلان أو هذا من الله ومنك وتكون هذه العبارات من الشرك الأصغر إذا لم يقصد بها التسبية بين المخلوق والخالق في التعظيم فإن قصد التعظيم فإنه ينتقل فيكون شركا أكبر قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال ابن عباس عند هذه الآية الأنداد هو الشرك وهو قول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت وقول الرجل لولا الله وفلان هذا كله شرك وقد علمنا صلى الله عليه وسلم كيف نقول فقال لا تقول ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان فنأتي بحرف يفيد الترتيب والتراخي وعدم المساواة فنقول ما شاء الله ثم شئت لولا الله ثم فلان ومن الأمثلة أيضا مسبة الدهر والريح الدهر ضرف للحوادث بأيامه ولياليه وشهوره وسنينه وهو خلق من خلق الله تعالى وما يقع فيه من المصائم والأمراض هو بتدبير الله تعالى والدهر ليس له شيء من ذلك فلا يجوز أن يسب لأن سب الدهر هو في حقيقة الأمر سب لله تعالى الذي خلقه قال النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عما سبت الدهر قال الله عز وجل يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر مقلب الليلة والنهار فدل الحديث على أن من سب الدهر كقول بعضهم يا خيبة الدهر يوم النحس بؤس الدهر من فعل ذلك فقد آذى الله سبحانه وتعالى لأن السب يتوجه إلى مدبر الحوادث والوقائع والدهر إنما هو ظرف ومحل وخلق مدبر ليس له شيء من التدبير ولذا قال الله عز وجل وأنا الدهر أقلب الليلة والنهار وفي النهي عما سبت الريح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسب الريح ثم أرشد فقال فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به وذلك لأن الريح إنما تهب بأمر الله تعالى وتدبيره فهو الذي أوجدها وأمرها لأن سب الريح وسب الدهر يعودان إلى مسبة الخالد الذي دبر هذه الكائنات ومما يحسن التنبيه إليه أن نقول أن الأصل في سب الله تعالى أنه شرك أو كفر أكبر يخرج من الملة ولكن قلنا هنا إنه شرك أصغر لأنه لم يسب الله سبحانه وتعالى مباشرة وفي هذا القدر كفاية والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد